وجه مدير عام مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن فهم عوض عباد الجهات المختصة في المديرية باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المحال التجارية الممتنعة عن سداد الرسوم السنوية لتراخيص مزاولة اعمالهم في المديرية جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في قسم تراخيص المهن التجارية بمكتب الاشغال العامة والطرق في المديرية واستمع عباد من رئيس القسم نوال محمد بن بيريك الى شرح عن سير العمل الاداري في القسم والصعوبات التي تعيق من انجاز اعماله بشكل مطلوب وعددت نوال خلال اللقاء جملة من الاسباب ابرزها عزوف عدد كبير من مالكي المحال التجارية عن سداد ما عليهم من رسوم سنوية والمتعلقة في تجديد تراخيص مزاولة عمل لمحلاتهم وامتناع البعض عن استخراج تراخيص جديدة لفتح محلاتهم التجارية وفي هذا الصدد شدد عباد على ضرورة مضاعفة اليهود في المتابعة المستمرة للمحال التجارية والعمل على تحصيل الارادات المالية بما ينعكس ايجابا في تنفيذ مشاريع السلطة المحلية في المديرية مبديا استعداد قيادة المديرية على توفير الحماية الامنية اللازمة لنشاط عمل القسم اشتركوا في القناة